والدي عمره 81 سنة والحمد لله بخير وعافية يعاني من خشونة الركبة هل يجوز لي أداء العمرة عنه؟ الجواب على هذا أولاً هل العمرة الواجبة عليه في حياته؟ أو أنها عمرة نفل؟ في الحالة فأما إن كانت عمرة واجبة عليه بمعنى أن المرء يجب عليه الحج والعمرة في عمره مرة واحدة فإذا كان ما اعتمر أبداً في حياته وإنما هذه عمرة الإسلام فنقول إذا كان غير قادر فالنسك سواء أكان عمرة أو حجاً ليس واجباً إلا على المستطيع فإذا كان مستطيعاً فلا يجوز النيابة عنه ولا يجوز إلا أن يباشر النسك في نفسه وإن كان عاجز فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبل ومن كفر فإن الله غني وحميد فإن الله غني وحميد فالحاصل أنه حين أنه حينما يعني أهو الآن وهي واجبة عليه ولكنه عاجز عن أدايا فهي شاقطة عنه كما أن الحج لو كان أو لم يحج وهو عاجز عن أن يحج سواء كان عجزه مالياً أو عجزه بدنياً أو عجزه أن الطريق غير آمن أو عجزه بأي سبب من الأسباب المتصفة أو بالعجز فعرفهم عن نور